يا جماعة إن ما كناش كلنا حنحط إيدنا في إيد بعض صرف النظر بقى أو بقى فيه مجلس إدارة جديد لا نعلم عنه شيئا بخلاف المهندس هانا بوريدة والأساس خالد الدرندلي ولكننا نأمل الكثير لأن المهندس هانا بوريدة في الآخر مسؤول عن اختياراته هو نجع بقيمته بالتسكية إذن هي اختيارات ويعلم جيدا توزيع الأدوار إن فيه توازن في الأدوار الفنية والإدارية والإقصادية يعلم هذا حتى على مستوى وصعيد العلاقات العامة اللي هو بيغطيها بنسبة كبيرة مع الاتعادات الدولية والقرية لكن احنا مش هنكتفي بنجاح الأفراد المراضي في اتحاد الكرة كلنا عايزين نشوف خطة لمصر واضحة المعالم تأخذ بيد الأندية وتدفعهم لمزيد من النجاح عايزين نشوف مسابقة برغم كل عيوبها هي الأكثر تشويقا في المنطقة مشويقة جدا رغم خلوها من نجوم مبهرة لكنها فيها تنافسية فيها جيل صاعد عمال بيعبر عن نفسه كلهم وتاني نكتشف مويبة للعب الدولي في ناشئين ولا لعب يعني مش عايزة أقول أسماء فرصة زهبية للجهاز الفني بتاع منتخب مصر كابتن حسام ومعاه الكابتن إبراهيم إنه في الفترة الجاية يقدر يدي فرص ونكتشف من خلالهم نجوم جدد أستاذ إبراهيم الكرة المصرية تستحق هي وقت ما كانة بس بطريقة بشغل أندية عايزين شغل مخطط هتجد مصر دي في حتة تانية إن شاء الله